بسم الله الرحمن الرحيم غدا ترصف الشوارع وتعلق عليها أسماء شهدائنا غدا تبنى المستشفيات بأسماء شهدائنا غدا ينتصر الوطن بأسماء شهدائنا وغدا يكون مصير الخليفيين إلى مزبلة التاريخ وغدا يدرس الأجيال كيف هذه العائلة لطخت يدها وسمعتها وسيرتها على جماجم الشهداء ومن دماء الأبرياء الشهيد يصنع نصرا وشبح يطارد الخليفيين حتى في قصور الرفاع ولذلك وهو جثمان هامد في المشرحة يخيفهم ويرعبهم باحتجاز جسد الشهيد إنما تتقوى العزيمة والشوكة والإرادة وإنما تستنهض الهمم وإنما يحفز الشهيد الثوار على أن يأخذوا منح المقاومة وإنما تفضح المؤامرات والتسويات السياسية وإنما هذا الشهيد يعيب على من يجلس على المسؤول قانونيا وسياسيا وأخلاقيا عن هدم المساجد وقتل الأبرياء في منتجع القتلة هذا الشهيد يستنهض الهمم هذا الشهيد يطالب السياسيين بأن يتصلبوا وأن يمانعوا في مواقفهم وهذا الشهيد يعطي حماسا وغليانا إلى الثوار وإلى الثورة على أن تستمر الشهادة فخر وكرامة الشهادة لا تدفعنا إلى الإنزواء أو إلى التراجع وإنما تحفزنا على النهوض والإقدام حتى نحقق كامل حقوقنا ونسترد كرامتنا بعد إسقاط النظام الخليفي ودحر جيش الاحتلال السعودي إن شاء الله